موسيقى النشرة المغربية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل عز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبو نظيره الجنوب إفريقي سيريرا مفوزة على إثر الحريق الذي خلف العديد من الضحايا والجرحة في جوانسبورغ الرئيس سبون أعرب في رسالة تعزياء عن تضامن شعب الجزائري الصادق مع عائلات الضحايا في هذه الظروف الأليمة متمنيا الشفاء العاجلة للجرحة وصف الحسن انتيني كار مستشار الرئيس المعزول محمد بازوم المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر بالجيدة واعتبرها مقدمة للتسوية انتيني كار وفي تصريحات أدل بها لصحيفة العرب الجديد أكد أن الجزائر تمثل للنيجريين أمل حل للأزمة لكونها أكثر الدول التي تراعي مصالح واستحقاقات النيجر وكامل المنطقة من رحم وضع جيوسياسي متقلب تشهده القارة الإفريقية من غربها إلى ساحلها عبر سلسلة انقلابات تهدد بتعميق للأزمات وتفجير للمنطقة تولد مبادرة جزائرية لوأذ الأزمة في النيجر وتجنيب البلاد دخولا في نفق صدام عسكري تصيب شضاياها كافة دول المنطقة مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي تجمع بين رفض الإنقلاب ورفض التدخل العسكرية موضع ترحيب من طرف النيجريين الذين يرون فيها مستهل حل سلمي يجسد مقاربة تقدم الحلول الدبلوماسية على الحروب التي للمنطقة منها تجارب قاتمة المبادرة الجزائرية لإحلال السلام في النيجر جيدة وهي موضع ترحيب بالنسبة لي وللعديد من النيجريين المقربين من رئيس الجمهورية بازوم وهي بالفعل يمكن أن تمثل مقدمة لحل الأزمة تمثل الجزائر لنا في النيجر الأمل في حل الأزمة والتوقي تداعياتها المقلقة ونعتبر أن الجزائر أكثر الدول التي تراعي مصالح واستحقاقات النيجر وكامل المنطقة وبتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية مبادرة الجزائر باتت وفق شريحة واسعة من النيجريين منقلبين ومنقلبا عليهم ملزمة لكل من يسعى إلى خدمة مصالح النيجر وشعبها إذا كان الإنقلابيون يحبون النيجر وشعبها فهم ملزمون أيضا بقبول المبادرة الجزائرية نقترح تعيين رئيس وزراء جديد يكون مناظلا لأجل القضية الوطنية والإفريقية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها جميع المجموعات العرقية الأحد عشر المعترف بها في الدستور ولأنها مبادرة أضفت عليها الجزائر طابع المرونة وقابلية النقاش والإثراء فإنها لا تتعارض وفق متابعين مع مؤتمر وطني جامع لكل الأطياف السياسية في النيجر لوضع أسس مرحلة جديدة في البلاد نحن مع مخترح ندوة وطنية لكن شريطة أن تكون ندوة لوضع أسس التغيير مع فترة انتقالية تدوم بين أربع أو خمس سنوات لإنهاء الانفلة الأمني وأيضا تطهير البلاد وإدانة كل من تورطوا في نهب مقدرات البلاد مبادرة الجزائر ليست نابعة من إدراك بالتداعيات الوخيمة للتدخل العسكري فحسب إنما هي أيضا تكريس لمبدأ متمسك بأولوية الحلول السلمية لحل الأزمات في منطقة باتت مصرحا لصراعات جيوسياسية مدمرة في موضوع آخر دعت الخارجية التونسية الخميس جميع الأطراف في القابون إلى ضبط النفس وإعلاء المصلحة الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار وسلامة هذا البلد الخارجية التونسية وفي بيان لها شددت على ضرورة الاحتكام للقانون والسعادة النظام الدستوري في القابون كما دعت جميع أفراد الجالية التونسية المقيمة هناك إلى توخي أقصى درجات الحطى وتجنب مناطق التوتر جدد مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو تأكيد في اجتماعه بأنه لا يمكن الاستثمار في طروات الصحراء الغربية إلا بموافقة الشعب الصحراوي صاحب السيادة الوحيد على تلك الثروات بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو المكتب وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية جدد إدانته الشديدة لممارسات دولة الاحتلال المغربية من قمع وحصار والسطان والسلاء على أراضي المواطنين وسعي محموم لطوريط أطراف أجنبية من شركات وغيرها في عملية نهب الممنهج لطروات الطبيعية الصحراوية المصدر ذاته أضاف أن المكتب حذر تلك الأطراف من الانخراط في عملية سرقة ونهب مكشوفة لطروات شعب أعزل مؤكدا أن هذه الأعمال تستوجب الإدانة والملاحقة القضائية بدورها دعت فعاليات حقوقية صحراوية الشعب الصحراوي في المدن المحتلة إلى الإخراط في الحملة الوطنية والدولية من أجل التضامن والإفراج الفوري عن جميع الأسر المدنيين الصحراويين وكذا الكشف عن مصير جميع المفقودين لدى دولة الاحتلال المغربية تزامنا مع اليوم العالمي للاختفاء القصري للاحتلال المغربي فضائع محفورة في الذاكرة الصحراوية وهو المتكتم عن مصير مئات الصحراويين ضحايا الاختفاء القصري ترفض الرباط الكشف عن مصيرهم مستغلة الصمت المريبة للمجتمع الدولي ما شجعها على اقتراف المزيد من الجرائم ضد الإنسانية ما يزيد عن خمسمائة صحراويين تورط الاحتلال المغربي في اختطافهم وإخفائهم قصرا منذ احتلاله إقليم الصحراء الغربية وزاد عن ذلك أن رفض الرد على نداءات أهاليهم الذين لم يجدوا إلا المنظمات الحقوقية لتحميل سلطات المغربية مسؤولية انتهاكاتها الجسيمة في المدن المحتلة ندعو بإلحاح المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان إلى العمل من أجل إرغام المغرب على تقديم معلومات عن المفقودين والمختفين قصرا من الصحراويين والتحقيق في جرائم التعذيب والقتل والاختطاف وغيرها من الجرائم المرتكبة لا ينسى الصحراويون أن فضائع نظام المخزن تتحملها أيضا الدولة الإسبانية المستعمرة السابقة المطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية نذكر الدولة الإسبانية بمسؤولياتها القانونية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي تبقى قائمة ولا تسقط بالتقدم فقد آن الأوان لتقدم الحكومة الإسبانية الإجابات والمسؤوليات عن تلك الجرائم ما من يوم عالمي يستحضر فيه جرائم ارتكبة ضد الإنسانية إلا وكان للاحتلال المغربي نصيب منها عبر جرائم وانتهاكات فضيعة يرتكبها بحق الشعب الصحراوي وما اليوم العالمي للاختفاء القصري إلا مناسبة أخرى تشهد العالم على بشاعة الاحتلال المغربية الذي سلب على مدار عقود حقوق الشعب في الحرية وتقرير المصير التقى رئيس المجلس الأعلى لدولة الليبي محمد تكالى وزير الخارجية تركي هاكام فيدان في مقر الخارجية التركية بأنقرة في أول زيارة رسمية له خارج البلاد منذ تقلده منصبه المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى أفاد بأن لقاء جاء ضمن زيارة رسمية قام بها تكالى إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية وجهت له مضيفا بأن لقاء تركز حول الشأن السياسي الإقليمي والمحلي بما في ذلك آخر المستجدات السياسية في ليبيا إضافة إلى ملف الانتخابات الليبية انتهت النشرة المغربية لمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة إلى اللقاء